في كل سنة يطرق الآذان المؤمنة صوت رخيم ونداء عذب كريم يخاطب الناس بالجد والإقبال وترك الغفلة والانشغال إنه نداء الرحمة والهمة إنه صوت الإيمان ذلك الصوت الذي ينبعث مع غروب آخر شفق من شهر شعبان وأول إطلالة لشهر رمضان من هناك من بين غسق الظلام يشع هلال النور والإيمان على أهل البر والإحسان يبغي الخير أقبل ويبغي الشر أقصر مبشرا بدخول شهر هو محطة بين الشهور يعمل فيها المقبل الطائع ويتوب فيه المقصر الضائع إنه شهر رمضان المعظم وكأنه يقول للمقصرين تعالوا أقبلوا لربكم فالعبادة سهلة ميسورة ألم تعلموا أنني شهر تصفدت فيه الشياطين وتفتحت فيه أبواب الجنان والنعيم وغلقت فيه أبواب النيران والجحيم فأقبلوا على شراء نصيبكم في جنة الله الرحيم وغرس أشجار الصالحات فيها لتعمروا مستان آخرتكم في جنة عرضها السماوات والأرض هناك عندما يفتح أمامكم باب يقال له باب الريان لا يدخله إلا الصائمون قلوب الصائمين في هذا الشهر رقيقة ونفوسهم مهذبة هادئة تعيش أيام رمضان في ظلال الروحانيات همتهم تسابق الزمن في الإقبال ودمعتهم تغسل ذنوب الغفلة والإهمال التائب منا في رمضان مقبول في الحال وذاكر الله في رمضان مغفور له يرجو من الله حسن المآل وجزيل النوال وسائل الله من فضله فيه مقبول مجبور وإبليس في مدة إقامة هذا الضيف مثبور فما أجمل شهر رمضان بين الشهور إنه شهر المتسابقين الفائز فيه من المفلحين المقربين والخاسر فيه من النادمين المبعدين إنه شهر البركة والإحسان والمغفرة والرضوان قد أناخ مطاياه ببابنا وهو عنا عما قليل راحل تاركا خلفه منا شقيا وسعيدا فهو عند الله عن عمل العاملين فيه مسؤول يخبر ربه عن المحروم منا والمقبول فرحم الله من أكرم ضيافته وأحسن وفادته ففاز فيه بالحسنات وبادر إلى مواطن الخيرات فالله الله في هذه السويعات اغتنموها في المبرات والدعوات واستشعروا فيها إقبال الله على الداعين والصائمين في آخر الليل ووسط النهار وعند الإفطار ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر